من السياسة والكلام التقيل والكتير وللأسف مش تعيد قوي هنروح لحاجة حلوة بتنسينا همومنا هنروح للقراية وهنروح للذكريات واعتقد ان احنا كلنا طبعا يعني على مدى السنين من الشباب والحد ما بتنتهي أو يعني بنقارب على الانتهاء من رحلة العمر زيانا بيقولوا بنعدي في كثير من الذكريات وبعدها بيكون حلو بعدها بيكون وحش بعدها بيكون مش هتينفتكروا اساسا وبعدها بنمحي براضيتنا الشخصية لحد ما في الاخر بيعدي مرحلة الزكرة ويخش في مرحلة النسيان الزكريات ديت هل هي بتكوننا هل هي بتأثر في اختياراتنا وازاي ممكن تأثر فينا بعد كده وازاي ممكن الانسان بيحسب نفسه وبيقول هل لو كان رجع الزمن بيه الوراء هل كان ممكن يعمل نفس القوارات دي ولا لا وهل كان ممكن يفضل في نفس الاختيارات دي ويعيش الزكريات دي تاني ولا لا نهارده معينا كتاب عن هذا الموضوع اسمه ذكريات للبيع ونهارده معينا مؤلف هذا الكتاب الأستاذ محمد فاروق الشازلي سبعة خير سبعة النهار كله خير هي مجموعة قصصية مزبوط مزبوط كلمنا أكتر عنها هي مجموعة قصص قصيرة بتحكي عن ايه هل هي نفس التراك ولا هي تراكس مختلفة لا هي حاجات مختلفة بس هي في المطلق بيحركها كلها دايما مسألة الزكرة زكرة بتمر في حياة البني آدم وزي ما حضرتك قلت في المقدمة انه يا ترى لو مر بيزة من هعيش نفس الزكرة ولا لا هاخد نفس القرار ولا لا احنا في المطلق كل المواقف اللي بتعدي علينا في الحياة بتشكل جزء من شخصيتنا بعد وقت لما بتقعد مع نفسك وتفكر في حياتك اللي عدت يا ترى المكون ده اللي تأثر بالمواقف ده كان كويس ولا لا انا شايف في نفسي اني مندفع فكان ايه سبب ده في وقت من الاوقات اتعلمت الاندفاع بمواقف معينة يا ترى لو مر بيزة العمر هارجع اكرر نفس المواقف ولا لا بالمطلق هي مجموعة قصصية فيها 27 عمل فيها حاجات اجتماعية فيها حاجات سياسية فيها حاجات خيال علمي وفيها اربع قصص بتتكلم بلسان المرأة حبيت شوف وجهة النظر المختلفة عننا كرجال بيفكروا زي وانت القصص هيستبتها من تجاربك شخصية من تجارب صحابك من واقع من قراءات من ايه بص في المطلق عادة بيكون العمل الاول فيه جزء كبير من شخصية المؤلف ذكريات للبيع كان العمل الاول ليه ففيه فعلا عدد من القصص ديت كانت نتاج تجارب شخصية مريت بيها من شرط بشكل مباشر ولكن على الاقل شفتها مر بيها اصدقاء ليه او ناس من القراءة يبين وجزء تاني كان وليد الخال طيب انت اشتا قصتك ايه خالفيتك ايه دراستك ايه انا اصلا خريق حقوق بس كان زمان وانا ظهر حكاية الاراية تستهويني جدا جدا بشكل يعني مبالغ فيه كان كل اصدقائي في سني نشاطاتهم ان هو يلعب كورة وينزل النادي ويروح ويخرج ويتفسح انا كانت المتعة الاكبر بالنسبة لي هيا الاراية وبعدين في اعدادي وسنوي كان ليا محاولات للكتابة طبعا المراحل الاولانية عادة تبقى مليئة باخطاء فادحة بس من فضل الله رب العالمين علي ان قابلت في حياتي اشخاص والدي رحمة الله عليه ومدرسين لغة عربية ابتدوا يوجهوا الموهبة دي ان هي تكون تمشي في التراك مزبوط فمع التجربة والخطأ والتجربة والخطأ وتجرب وحاجة تبقى كويسة وحاجة تبقى نص نص وحاجة تبقى افضل ابتدى المسألة تمشي لحد لما قررت في لحظة من اللحظات ان انا ابتدي انشر اللي بكتبه فكان اول وسيلة نشر لي هي المدونات ابتدت اطلع على الناس من خلال المدونة بتاعتي وابتدى كل رأي يدخلوا يقول لي هنا كان كويس وهنا كان وحش والله دي كانت فيها فكرة جديدة او دي تناول جديد او ما شابه لحد اما جي في مرة حد من التعليقات قالوا لي ليه ما فكرتش تنشر ورقيا سوق النشر الورقي في مصر فيه مجموعة كبيرة من الصعوبات خاصة للناس اللي بتنشر لأول مرة لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني ان كان فيه دار نشر اطلاقة مشروع اسمه النشر لمن يستحق للكتاب اللي لسه الاول مرة بنشره بنقدم الاعمال ديت وتعرضت على لجنة كراءة يعني فيها اعضاء مهمين فعلا وقيموا الاعمال وقالوا ده يصلح للنشر وده لأ من فضل الله كان العمل بتاعي يصلح للنشر ونشر فعلا من خلال دار النشر هايل ايه رد الفعل بقى اخبار يعني ردود الفعل بتجدك بسا عن طريق الانترنت عن طريق البيع يعني ازاي قادر تعرف تجربتك الاولى اكيد ان هم لك شوق تعرف اخبارها ايه؟ طبعا اكيد لقيت فيه اكتر من من حالة بتقدر تعرف من خلالها ردود الافعال على الناس اه في مرحلة حفلات التوقيع عملت حفل التوقيع بعد صدور الكتاب شوية صدر انت بالزبط؟ هو صدر في معرض الكتاب بس مش 2012 اه 2013 وفي 2013 صدر لي بقى حاجات جديدة شاركت مع مجموعة من مدونين في كتاب اسمه نوافذ مواربة وكان برضو في 2012 مجموعة مدونين شاركت معهم في كتاب اسمه ابجديت الدعافوي فما كانتش يعني اول تجربة نشر هي بتاعت السنة دي كانت معرض الكتاب اللي فات ففي حفلة التوقيع بتبتدي الناس تناقشك في الارو والانطبعاتهم عن قرية الكتاب وبعد شوية تبتدي تدص على حركة المباعد ايه اهمل انطبعات المباعد؟ والله اكتر انطبع اسعدني هو انطبعات الاناث لما اروى الكصص اللي مكتوبة من وجهة نظر السيدات او الاناث عموما لقيت انطبع كويس جدا اللي هو انت ازاي قدرت توصل للمشاعر دي وانت رجل عادة يعني فيه في اغلب الاحوال اللي عندنا كده فيه سوق تفاهمة بين الجنسين الجنس الذكوري مش قادر يفهم الستات والستات مش قادر تفهم الرجالة فلما يكون فيه حاجة بيتناولها حد من على النحية التانية وتكون فعلا مؤربة للي بيفكروا في رغبة تحرق يعني مواضية بس ازاي؟ لا خلاص كتاب موجود قريلي فسوق يعني عندي مثلا قولي عنوين مثلا هقولها يعني انا عندي بيقيت برضو الشاهد فكرة تمام فيه كصة اسمها الصفعة بتتكلم عن التحرش بالمرأة ورد فعل الست بيكون شكل عامل ازاي؟ فيه مقولة منتشرة قوي بين الشباب ان البنت لما بتتعكس بتبقى مبسوطة انها بتتعكس لانه ده بيحسس انها انها جميلة وانها مرغوبة وحاجات كده لكن في حقيقة الامر لما اتكلمت مع ناس كتير اصدقائي لقيت انه مش دايما بالعكس الاغلب منهم بيتدايق من فكرة المعاكسة اللفظية على الاقل حتى واكيد الكل بيتضرر من ما بعد ذلك تحرش بدني مثلا او بالالفاظ الخارجة ده مؤكد بيكون صادم لمشاعر الست لانه بيحسسها انها مش مش كين مش روح مش بني ادم انت ممكن تتواصل معي لكن بيحسسها انها مجرد جسد انت بتشبع رغبة ذاتية وخلاص ما بتفكرش فيها على المستوى الانساني قد ما بتفكر فيها على مستوى الشهواني وكان عندي قصتين تانيين بيتكلموا في نفس المضمون هما تسلسل الاحداث مع بعض قصة اسمها الخطاب وقصة اسمها صفحات مقطوعة من يومياتي بتتكلم عن فكرة الكصص الحب اللي بتنتهي بالفشل وبعدين يرجع طرف وهنا بتكلم عن الطرف الراجل انه فجأة بعد اما بساب حبيبته دي وتجوز وبانا بيت وحياة وبتاع بعدين افتكر ان في واحدة سابها فيه من الام وحابب ان هو يرجع يستقن في العلاقة اللي بينهم وبين بعض مرة تاني فهي في لحظة دي تستي بتحس ان في اول لحظة مشاكل ضارت بيني وبينك تخليت عني طيب بعد كده لو الدنيا دي تلينا دهرها هيبقى ايه الوضع؟ شعورها بالامان هو اول حاجة بتبقى حبة ان هي تحسها مع الراجل اللي بيحبها فلما بتفتقد الامان ده في المراحل الاولانية من العلاقة العاطفية فاكيد بتبقى مفتقدة بعد كده فبتاخد قرار نهاية لا اكيد مش هتكمل في علاقة شبه كده ايه بقى القصة اللي انت بالنسبالك شخصيا كان قريبة ليه جدا او يقول له نعم كده كل كاتب حتى لما في كتابة الاولى وخصوصا لو كانت مجموعة حاجات مختلفة سواء مثلا شعر او مجموعة قصصية او كده بتبقى ليه حاجة محببة لقلبه طيب في عمل جوه الكتاب اسمه السنوات العجاف السبع كنت بتكلم فيه عن والدي رحمة الله عليه كانت ذكرى وفاته السبعة فكنت بتكلم عن مشاعر الفقد هنا وديه عن مشاعر شخصية يعني زي ما قلت حداق في البداية دايما العمل الاول بيبقى فيه من روح الكاتب كتير طيب العمل ده تحديدا من سنوات العجاف السبع هو اكتر حاجة بحبها في الكتاب نتيجة ده انه بتكلم فعلا عن والدي عن تجربة حقيقية فيه عمل تاني شايف ان انا كتبته كويس وحاسس حتى من ردود افعال الناس عليه انه هو قد ايه مكتوب بصد كان اسمه الخطأ الاخير عن الخيانة الزوجية شخص خان زوجته لما اكتشفت ما احتملتش ده وتعرضت للوفاة نتيجة الصدمة فمشاعره هو ما بعد كده انه قد ايه انا عملت جريمة ما حستش بعواقبها غير لما فقدت زوجتي وده خليه بقى عاش حياة كده من اللي هم الهومليس الموجودين في الشارع مع رافض مبدأ الحياة هو حابب انه بيعاقب نفسه بكده بانه بلا مقوى وبلا هدف وبيتمنى في كل اللحظة انه هو كمان يموت علشان يتخلص من العذاب اللي عزب نفسه وعزب مراته بيه نتيجة فعل الخيانة فالكصة كنت كتابها كتير مين اكتر الكتاب اللي اثروا فيك تحب تقرالهم سبق في مصر او با؟ بس اكتر حد بحب اقراله يوسف السباعي انا بحب بحسم يوسف السباعي في كتاباته وبشكل مطلب عدي ايه بيدخل قوي جوه المشاعر الانسانية في صورة المشخي على المرأة انت ذكرت الموضوع انت كتبت مولوجة نظر المرأة لا في المرأة يبقى احسن عبدالكدوس لانه هو كان اكتر حد اه بسانية رومانسيا يعني اه حقيق رومانسير كله بالحقيق بس او انا وقعت في غرام يوسف السباعي نتيجة روايتين تحديدا هم اللي خلوني بعد كده اتتبع كراءات لي كانت رواية ارض النفاق ورواية نائب عزرائيل وتحديدا بقى رواية نائب عزرائيل لو بسط لها في الوقت اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي مستحيل حد يجرؤ ان هو يكتب عمل مشابه لانه هتعرض بقى كانت ايه فكرتها سريعا نائب عزرائيل هو فانتازيا انه ملك الموت عزرائيل كان مكلف بقبض بعض الارواح وعنده حاجة شخصية هتشغله فاختار بني ادم استقاه كده من وسط الناس وادى له القدرة على قبض الارواح وكلفه اللي اتعملت فيلم ارض النفاق لا اعتقد كمان نائب عزرائيل بس ما كانتش مشهور قوي زي ارض النفاق كان فريد شوية ما شفتوش شفت التريدر بتاعه بس هي لما تيجي دلوقتي تتكلم ونتتعرفش كثير اكيد ما لموضاهر حسيت الموضوع يمكن بس حسيت قد ايه انه كنا في وقت من الاوقات عندنا انفتاح اكتر وعندنا قابلية اكتر للاختلاف وان احنا نكون موجودين على طرفين نقيد وده وتم عملش مشاكل يعني حتى واقعة اغتيال يوسف السباعي كانت لسبب سياسي ما كانش بسبب ما كتبوا من اعمال عمل زي نائب عزرائيل لو حد من الكتاب اقدم عليه دلوقتي اعتقدوا انه تاني يوم الصبح هيكون في زينهم فيوسف السباعي اثر فيك مين تاني اثر فيها من ناحية قد ايه بتحب تبص على الانسان من جوه قوي وانت بتكتب عنه على المستوى الفكري بقى كان دكتور مصطفى محمود كتاباته دايما بتتناول الافكار من وجهة نظر غير اللي الناس متعودة تبص عليها تعودت دايما لما اقرأ المصطفى محمود انه اكيد اكيد هشوف زاوية جديدة على نفس الموضوع اللي الاف من البشر بتتكلم عنه وده كان جريني فوقت من الاوقات لنقاش مع بعض اصدقائي على فكرة انه احنا كتير انت لما بتتعرض لموقف بتقول انا غيرك لما يشوف موقف اللي انت تعرضت له اقول انا لو مكان شريف مش هعمل كده ولما تيجي تتعرض لنفس الموقف فعلا انت لان الظروف المحيطة بيك تجبرك على نفس الرد الفعل فاكتشفت ان احنا كتير من الاوقات مش بنحط نفسينا في مكان الطرف الاخر فعشان احكم على تصرفات شريف لازم احط نفسي في مكان شريف بشكل الحكم بشكل عام على الناس وده حاجة يعني يومين دون سهل وبشكل مطلق انا ضد ده يعني بشكل مطلق انا ضد انه بزبط يعني اللي بحاسب العباد ربنا سبحانه وتعالى وانت ما تعرفش جوه الشخص ده ايه والظروف المحيطة بيه كانت شكلها اعمل ازاي فبالتالي نحاول نخرج من فكرة ان انا بحكم على سلوكيات واتصرفات الناس والاسوأ كمان ان احنا بقينا دلوقتي بنفتشها وراء النواية والضمائر يعني بقيت اقول فلان كويس وفلان وحش وبحط نفسي جوه ضميره كما لو كنت انا مطلع على الغيب يعني فده شيء مش طيب الكتاب المعاصرين بقى الروائيين المعاصرين او المفكرين المعاصرين في اي حد مثلا بتشايفوه مش هتقولك بتأثر بيه بس بتحب تقرأ ليه تتابعه دايما من الكتاب اللي اساميهم مشهورة دكتور علاء الاسواني يعني قريت اكتر من عمل ليه وحابب جدا الاسلوب والسياغة بتاعت علاء الاسواني وفيه اسم يمكن يكون مش مشهور قوي بس سايب معيه علامة قوية جدا هو كاتب برضو نشر عمل واحد رواقي اسمه في صحتك يا وطن الروائي اسمه محمد الجزاوي محمد صديق شخصي كمان كلما بقرأ له حاجة سوى على المدونة بتاعته او الرواية اللي هو كتبها وهو حاليا بيحضر لروايات جديدة كلما بقرأ له عمل بحس قد ايه هو كاتب قوي يستحق ان هو يبقى اكثر شهرة مما هو عليه فكتير بحس قوي بشغله وبستمتع جدا لما بقرأه ما حسيتش ان انت كابدايت اول عمل ليك حابب بما ان يومين دور كل الكلام في السياسة وكتبات السياسية هي لو تخش بسلا تبص على الباس سالرز كان من سنتين تلاتة كان قبل الصورة كان دايما الروايات الاكثر ما بيعرف المكتبات تلاقيها الروايات على الرصاني او روايات السخيرة عايزة تجوز كانت باس سالر مدونات نهاردة تخش تلاقي الباس سالرز براهيم عيسى مش عارف ما مسلمان يعني تلاقي كلها وكتبات سياسية عبو الغيد كلها كتبات سياسية ما حبيتش ان بتعمل كتاب سياسية او كتابة سياسية عشان على قل تبقى اول دخول ليك يبقى ليه اثر اكبر بان الناس بتقرى السياسة بس هو الكتاب كان بيتحضر فترة قبل الصورة وصدر بعد الصورة فما كانش فيه فكرة ان انا اوازن ما بين الاعمال السياسية وعمل رومانسي او اجتماعي او كده دي نقطة النقطة التانية بشكل مطلق انا بحب اكتب اللي انا حاسس بي واللي هممني اكتر السياسة طبعا دلوقتي بقت هي الموضوع الاول للحديث في اي تجمع بشري في مصر في الاوتوبيس في التاكسي مع سوائين التاكسي لو وقفت مع بعربيتك في اشارة كل الناس بقت بتتكلم سياسة دلوقتي فاحنا وصلنا لمرحلة تشبع من السياسة بس بالرغم من كده حتى برضو العمل عندي فيه عمل سياسي بيتكلم عن الثورة كان اسمه الحلم بيتكلم بشكل فانتازي عن الثورة عن حد حلم بالوضع السياسي اللي موجود في مصر ولحظت ما تنحى الرئيس السابق وكلنا في وقت من الاوايات كان عندنا الحلم ان خلاص مصر كده خرجت فعلا من وانوكو الزجاجة واحنا على اول طريق الانطلاق صحيح ما ما حصلش يعني وسنتمنى من الله انه يحصل قريب ان شاء الله هل في اعمال جديدة ليك بالتاكسي او شغالتك حاليا شغال في رواية اسمها خلف المرآة هي بوليسية ايما على فكرة خيال علمي فانتازية ايما على اسطورة اجنبية وشغالها هي في جو تشويك وكده وبوليسي ان شاء الله ربعين بإذن الله يعني هي خلاص منها تقريبا حوالي خمسين في المئة منها يعني اقمل من الله عز وجل ان هي تلحق المعرض اللي جاي ان شاء الله بإذنها هيكون نفس دور النشر ولا جاي لك اوفرز تانية ولا لسه مش عارش بس في عندي اوفرز من دور نشر مختلفة بحقيقي بس انا مرتاح جدا في التعامل مع دار النشر اللي انا ابتديت معاها خاصة ان هما يعني بعكس كتير مما يحدث الان هما ناس صادقين جدا اللي بيقولوا فعليا بينفزوه حتى المآخذ اللي لينا على ما يتم من دعاية مثلا وتوزيع للكتاب وحاجات كده لها مبررات منطقية عند دار النشر في يعني ان شاء الله رب العالمين غالبا غالبا خلف المرأة هتكون مع نفس دار النشر لكن في مجموعة قصية تانية يعني فاضل فيها تطشات بسيطة هتكون مع دار نشر جديدة ان شاء الله زكريات للبيع هو كان كتابنا النهاردة مع الكاتب محمد فاروق الشاسلي اول عمل ليك بنحييك عليه وان شاء الله بقى معنا في انترويوز تانية ونتكلم بقى عن بس سلور كباري كنتم بقى اكثر مبيعا بدل كبار السياسة يكون كبان بقى كتاب بوليسي مبني على اسطورة موضوع اصلا كبان شكله مثير يعني ان شاء الله ان شاء الله يبقى لكل التوفيق وبنحييك وان شاء الله نشفك تيه ان شاء الله نشفك تيه طيب خلصنا الحقيقة على حاجة قلطف شوية من السياسة لان زي ما كان محمد بيقول مش شوية ان السياسة فعلا بقت في كل حتة ومش شرط ان ده على قد ما هو فعلا خطوة صحية جدا لكن مش شرط انها دائما صحية لان كتير من اي حاجة هو شيء غير صحي يعني كنا الاول زي يقولوا كده كنا في البابل او كنا في الفقاعة قبل الثورة وكان محدش ابدا معني بالسياسة ولا حد عايز يعرف عنها حاجة كنا كنا اطراف سلبية زي ما بيقوله او اطراف ناجتف في هذه المعادلة بعد الثورة بقينا ماشي معنيين بالسياسة ومعنيين بالسياسة ومعنيين بالسياسة جدا ولكن بقي اتزيادة على نظوم ودركة ان احنا حاسين دائما وابدا بضغط مع ان احنا اساسا مفروض نكون بنبني ونشوف هنعمل ايه فلا كده قوي ولا كده قوي ويارت نقرأ حاجة حلوة برضو كنا معاكم النهاردة على بعد ساعتين ونهارك سعيد بشكر اكيد دينا وبشكر اكيد احمد طارق ونشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة ونهارك سعيد سلام